السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا ياسر براكو حلقة جديدة من موسوعة الانمي وخلونا نبدأ الانمي اليوم راح نتكلم عنه هو انمي ساينز جيت او بوابتشتاين انمي من انتاج السيديو فرونتر ووركز ولي انتاج لنا انميين خرافيين وكنا نتابعناهم حلوات هو انمي هاكيوكي وانمي قانقاستا الانمي متكون من 24 حلقة ووفا وفيلم وبينتاج له ان شاء الله موسم ثاني تحت اسم ساينز جيت زيرو تصنيف الانمي خيال علمي وغموخ خلونا نتكلم عن قصة الانمي وهي اهم شي في الحلقة قصة الانمي تتكلم عن اوكابي رنترو واصحابه ولي صنعوا جهاز عن طريق المايكرويف ولا تسألوني كيف المهم انهم عن طريق المايكرويف استطاعوا يرسوم رسالة الماضي من هنا تبدأ منظمة تحت اسم سيرين وتلاحقهم ومن هنا تبدأ قصة الانمي طبعا منظمة سيرين منظمة موجودة في الحقيقة تحت اسم المنظمة الاوروبية الابحاث النووية تقييم شخصي الانمي صراحة 10 من 10 من باب العاطفة طبعا الانمي يعني معجبني بما انه غموض وخيال علمي وهو افضل تقريبا تصنيفات عندي وذكرني مسلسل البريطاني مسلسل الطفولة دكتور هو تقييم العام للانمي هو 8 من 10 الانمي بدايتها صراحة ضعيفة تقريبا لحلقة السابعة القصة مو مفهومة الاحداث سيرها بطيء يعني كل ذي ممكن تكرهك في الانمي تتركه من الحلقة الثالثة لكن الانمي عندها ايجابيات قوية مثل الانتاج والقصة بعد الحلقة السابعة بتكون مفهومة تكون افضل ايضا وتكون خرافية صراحة الشخصيات مثل ما ذكرنا الانتاج وغير كذا يعني الانمي مليئ مليئ جدا يعني بالحاجات العلمية الفيزيائية بتثقف كالصراحة يعني عجبتني المعلومات اللي فيها الى الان الاستيديو ما اعلن شي حول طاقم العمل او حتى متى يصدر الانمي لكن ان شاء الله نتمنى انه يكون في 2016 يعني هجوم العمالقة والسينزغيت صراحة بيكون موسم سطوري ختاما اذا كنت متابع الانمي السينزغيت او بوابة الشتان بالعربي اعطى انطبعك شخصي عنه وشيفها لو يستحق انه يكون المركز الثاني في مايانيميلست او لا انا ياسر براك لا تنسوا اللايك وسبسكرايب ونشوفكم